هنا يقول لنا هالي تبون يتبعوه اخم شفت هو اشراه في الموز بانان واشراه في النوار الاخرى بانا المؤمن له لا يولده هوميش وحرير مرتين تبدأنا ايام كان الكوفيد وهديك استغلوا شفت هو اشداله في الكوفيد صور مزوارة ودي فيديو مزوارة ويتعدوا على كذا بدأ من المضاربة ورح للصور مزوارة ويتعدوا على كذا يقصد على المستشفيات دائما إذا ذكر Bana اننا في تعدوا على مستشفيات س какая Ook youth وانا الفيديويات مزوارة الفيديوات اللي صورت الناس مرميين في المستشفيات وصورت مستشفيات البائزة صورت كيفاش أننا عندنا لمستشفيات لا تصلوا حتى للحيواناتбы مزوارة الطيب الناس ستشوف الحقيقة الاس ستتشوف الحقيقة صحيح قلت هذه الفيديوهات لأن الناس belli والتي تخاف لكن بعد النار ها هذا سي Lithuan يحقن الناس لان الناس عندما ترى الفيديوات كانت على الأقل يقول لك المصيبة تعيرها يعرفها الناس هم يشوفوها الناس الآن الناس ما ولتش قادرة تعبر حتى تعبر على المصايب اللي صايرة في المستشفيات أو في الطرقات أو في الأسواق لأنه الخاف ليس رجنوا هنا تبون قال لك المضاربة ممكن تصل إلى 30 سنة وهذا المضاربة واش في البطاطا ممكن واحد يضارب مثلا يخبي 100 قنطار يخبي 150 قنطار 50 قنطار بالنسبة لي مضاربة أو موز بنان أو حليب أو زي 30 سنة طيب إذا كانت المضاربة البطاطا تقدر توصل صاحبها إلى 30 سنة سجن ماذا عن المضاربة في الانتخابات ماذا عن أن يتم تزوير إرادة شعب بأكمل كم ستصل السجن المفروض كم ستصل العقوبة المفروض تصل إلى 30 ألف سنة لأنه إذا واحد تلعب في البطاطا نعطله حتى 30 سنة أو في البناء واللي يتلعب بإرادة شعب واللي يجيب رئيس مزور ويفرضه على الشعب بل متهم بالفساد بل كان مشارك في الفساد 20 سنة هو مع أبو تفليقى وقبلها كان مع الجنرالات في السعينات وش عقوبته اللي يتلعب في البنان ممكن يوصل 30 سنة أو في البطاطا طيب واللي يتلعب بحياة الناس يسجن الأحرار اللي يطالبوا بدولة مدنية آه هذاك لا هذاك نحترموه نزيدو نرفعوله الدرجات يصل إلى أن يموت الناس داخل السجن مثل حاكيم دبازي رحمه الله ياصري لأنه يفقد الناس عقولهم داخل السجن خلنا نسمعوا قبل ما نعود نرجع للتبون خلنا نسمعوا شهادة من واحد كان داخل السجن وأيضا من محامي يتكلم على حاكيم دبازي وبعدين نرجعوله للمضاربة تلاثين سنة هذا واحد من خاوتنا إبراهيم تولميت حراكي من باتنا هو الآخر فقد قوات العقلية في سجن تزلت بباتنا اسمعوا شيقول محمد سلمان باختصار رأو عنده فيها شهادة فيها 12 دقيقة أنصح الناس بالاستماع إليها لكن هنا نجيب إحنا منها أقل من دقيقتين اسمعوا أحد من الناس كنت راحية لها وبالثبت ممارسة داخل مؤسسة إعادة التربية والتأهيل الحراش أو كما نسميها بحقيقتها لأن ما يصرع فيها هي مؤسسة الذل وإخضاع الشباب الحراش بسبب الظروف المزرية بسبب المزرية والحالة الإنسانية اللي كنا يعيشينها داخل السجن خاصة في عز الصيف في الأزمة العالمية كنا في صالة تقريبا 80 شخص 80 شخص في صالة ذكنا مع بعضنا بعض اللي راقب في صفر بوزي اللي راقب في صفر بوزي اللي راقب تحت تحت تحب تحت سوف أوزي كنا في داخل في نفس الوقت كانت كينا أزمة عميات كنا أحيانا تلحق بنا الأمر أسبوع عشر يام بها الطيق لكريت لها مستعمى عشر يام تنقي بها تغسل بها تبا راسك وتخيل ثمانين واحد في صالة في الصيف بذلك الميزيرية وما كاش ما بحني تبا حتى تخيل طوالا سيب ذلك الظروف ومساعد ذلك الميزيرية اللي كنا عاشي لها أنا دخلت في إضراب يوم ثمانية وعشرين جوان جميين الفين واحد وعشرين وعنت في ذلك الإضراب أكثر من شهر شهر الخبس يام الله أحرم الله شهر وعشرية بعد تقريبا شهر من الإضراب بعد ثمانية وعشرين يوم إضراب بالطبع يوم خمسة وعشرين أوت يوم خمسة وعشرين أوت عدنوا واحد وعشرين إدارة السيزن دائمين بها تكسرنا لغراف تحاول تحطك طبعا بأولنا من إدارة السيزن بإرادة من إدارة السيزن يحطوك في سيزن كانوا حطينا في سيزن فيها أربعة سرات بس كانوا حطينا عشر أشخاص فيها هذا جزء من الشهادة ويتحدث في الحقيقة في الشهادة أنا استمعت إليها كاملة في 12 دقيقة لكي كانوا يضربوهم يشتموهم يسبوهم يطيحوا لهم عشرة في زنزانة اللي ترفض ربعة يحطوا لهم عشرة صالة اللي ترفض ثلاثين حطينهم في ثمانين الماء لترا ونص يعطوها له في أسبوع ولا عشرية لترا ونص تخيل يعطوها لك أسبوع ولا عشرية وبدأ بالراسك تتوظى بها تدخل بها الحمام وتخيل كيف تقسم ريت لها ونص على أسبوع لو حسبنا أسبوع فقط يعني يعني ما جيش حتى في كاس مثل هذا يعني لليوم الوحد هذه واحدة مشهادت وأنا نحييه هذا أخونا محمد سلمان وأدعو أدعو الجزائريين والجزائريات أو أسرهم أو اللي شاهدوا أن يخرجوا يقولوا الشهادات تاحهم شهاداتكم تكسر حاجز الخوف شهاداتكم هي ضربة على رأس هذه المافيا العسكرية شهاداتكم ترعبهم لأنها تصل إلى العالم الخارجي شهاداتكم تخفف من تعذيب إخوانكم اللي رام في السجون شهاداتكم شهاداتكم تطفئ النار اللي راح فيه قلوب كثير من الأحرار اللي يشوفوا بليرام يتحقروا ومكاش اللي يتكلم عليهم وهم في أوضاع يتعاملوا معهم كتعامل للصهاينا مع الفلسطينيين شهاداتكم أساسية مركزية مهمة لا تكتم شهادتك لا تكتم شهادتك يقول عز وجل ومن يكتم ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه الإنسان يأثم إذا كتم الشهادة شهادات يجب أن تقال وخاصة أنها ستخفف على إخوانك اللي في السجون أو الذين سيدخلون للسجون وسترعبهم لأن كلما كثرت الشهادات كلما خرجت الشهادات كلما تحدهم الشعب كلما خافوا تذكروا دائما أن أنا أمام مافيا تخاف ما تحشمش هذه يحطوها كعنوان هذه مافيا تخاف ما تحشمش تتراجع يكسرك يخدمو بيك يعبثو بيك يخوفوك تواجه تقدر تدفع الثمن لكن رأسك مرفوع تقدر تدفع الثمن لكن خايفين منك مهم جداً مهم جداً إخواني شجعوا إخوانكم ومن هنا أتوجه لكل أحرار أن يخرجوا ويقولوا شهاداتهم كما هي كما حدثت حتى نكسروا وحتى ما نروحوش في طريق السيسي وين رهم آلاف عشرات آلاف السجون ومئات ماتوا داخل السجون تحت التعذيب أو بنقص الأدوية أو نحن في الطريق لو كما نكسروا حاجة الخوف اللي رمي بنو فيه وعدوه ولذلك عجبتني أيضاً هذا التصريح للمحامي باللعلة في وفاة في وفاة أخونا حاكيم دباسي أسمعوا شي قولها العديد من الجزائرين نسل إضحات بأريدا كي نضحك حياته كي نضحك حياته هذا مصار مصار فوري اللي بدوها بطبيعة الحال جدودنا الأولين اللي حروا الجزائر من استعمار للأسف الشديد يعني استقلال نقص ما هوش استقلال كامل ما هوش استقلال كامل على هذا نقول أنه لازم نكملوا المسيرة ولازم نحفظوا على الأمانة حاكيم أخونا حاكيم ربي رحموس عليه وربي صبر الأهل بتاعه إن شاء الله وما نزمش وما نزمش نتخلاوا على هذا النظام وما نزمش لأنه نظام الجزائري عنده عنده شيئين فقط يخاف شيئين يخاف الوحدة ويخاف سلمية هدو هم الأمور هدو هم الأسلحة ما عندهوش نظام الجزائري إذن أنا نطلب من الجزائريين أنهم يكونوا سلميين ويتمسكوا بالوحدة الوطنية ما كانش فرق بين هذا وبين هذا ما كانش فرق بين عربي وقبيلي كلنا جزائريين وكلنا نشتركوا في هدف واحد وفي طموح واحد وهو تحرير الجزائر باش نعيشوا في كرامة باش نعيشوا في عيزة و باش بطبيعة الحمد نتعب كل حقوقنا كلام صواب كلام صواب والوحدة والسلمية بالمناسبة على الوحدة عندنا ثلاث وحدات لازم ما نفرطوش فيهم تحت أي ظرف إن كان تحت أي ظرف إن كان كان ثلاث وحدات ما نفرطوش فيهم وحدة شعب وحدة الوطن ووحدة الجيش ثلاث وحدات ما نجزمش نفرطو فيهم وما نجزمش تجرنا الأفخاخ لبياش متع المخابرات الإرهابية هنا لهيه ما نشعارف هذا عربي هذا قبيلي هذا من الشمال هذا من الجنوب هذا أبيض هذا أصمر هذا ما نجزمش تجرنا لهذا كلها معركتنا هي معركة شعب بأكمله أو بأغلبيته ضد المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية ما نجزمش تراجعوا اللي يدي نصف ثورة يحفر قبره بجنبها معروف المقولات هذه وجربتها شعوب وأمم قبلنا مهم جدا هذا الأمر من يبحث عن الحل هاو الحل الحل لأنه تشجع بعضانا الناس تخرج الناس تتظاهر الناس تحتج الحرك يعود الشهادات تخرج الناس اللي في السجون ما نسكتوش عليهم ونخافوا باش ما يخوفوناش ما يتصلوش بيك المخابرات الإرهابية وتحسب روحك لم الشامل وما نش عارف ما لم الشامل هذا كله موش رايح بعيد بارك نقرار لكم واحد الوثيقة رمديرين هاللم الشامل فضيحة فضيحة واللي يقبلها إهانة له إهانة كبيرة نقدر نتفهم كي الناس اللي عمره عشرية عنده عشرين سنة ثلاثين سنة خمسة وعشرين سنة ما شافش البلاد ما شافش أهله كيما احنا كيما انا شخصيا كيما كثير من خوتنا لكن تنازل على الحق تراجع الحق القبول بشروطهم فضيحة هم اللي لازم يكونوا أمام الشعب ويعتذروا له لو كان جا فيهم ذرة ما نشوفه نرجعوا لتبون اللي يقول لك إذن المضاربات بطاطا ولا البنان ولا ثلاثين سنة طيب واللي نهبوا البلاد وراك نتطلقوا فيهم الآن واللي تلاعبوا بالكوكايين وطلقتهم بما فيهم ابنك اللي مشترك مع البوشي واش نحكموا عليهم اللي حكمنا على اللي تلاعب البطاطا ثلاثين سنة بالمناسبة قالك الشرطة والدرك راهم يشوفوا الشرطة والدرك كلها راي قضية معارف وشكاير إلا ما تمديت شكارة ولا عندك إلا راك راك في التجارة وعندك جنرال ولا عندك وزير ولا عندك ضابط كبير في المخابرات ما كاش اللي يدور بيك إلا راك تدير في التجارة حلال وتحاول تبيع وتشري جوي ضغطوا عليك ولازم تدفع باش تكمل في التجارة ولا ما تكملش الشرطة والدرك راه مخترقة إلى حد النخاع بالفساد لا نتكلمش على الشرطة البساطاء ولا هذو ممكن يحقروا في باراج يتدي منا نحكي على رؤوس الشرطة ورؤوس الدرك هذو مجرمين رؤوس الشرطة والدرك اليوم طبعا دائما كان استثناءات لا شكا في ذلك لكن كثير منهم رؤوس الشرطة والدرك هم كبار للصوص هم تجار في المخدرات هم في المضاربات يحموا اللص ويحقدوا على الإنسان العادي يحموا كبير اللصوص مش عبدالغاني الهامل كانت عنده حراسة بعشرات الناس يحرصوه على سجنتوه إذن من بعد لما قلبت الأمور شرطة والدرك راه يولات هي قلب اللصوصية وقلب الفساد من خزينة أموال الشعب تدفع لكبار المجرمين تع الشرطة والدرك باش يديروا الفساد مرة أخرى نستثني بعض المسؤولين اللي هما يحاولوا في خضم هذا الفساد العارم أن يكونوا لباس وطبعا الشرطة العاديين أو الدرك العاديين حتى داخل الشرطة العاديين والدرك العاديين كانوا مفسدين لكن هذا نحدوهم على أساس أنهم مساكن مساكن لا يبرر لهم فسادهم لكن يعني مذلولين وذلينهم ويضربهم في الكازيرنات فهم يخرجوا حقدهم أحيانا في الشوارع مش كلهم مرة أخرى قالك الشرطة والدرك راه يتحوس على المضاربين وهذه رام قلب قلب الفساد هو المخابرات الإرهابية هما رؤساء الشرطة هما رؤساء الدرك هو قلبها وبالمناسبة اللي رام كثير من إخواني بعثوا لي ويسألوني على عبد الرحمن باش منساش نجاوب على السؤال عبد الرحمن شقيقي راه ما زال راهينة عندهم وراه ما زال مسجون عندهم بعض الناس تغربوني ما ذكرتوش كثير وما تحدشش عليه كثير لأن أنا أعتبر عبد الرحمن مثل كل إخواني الحركيين والحركيات لا يزيد عنهم ولا يقل عنهم لكن راه راهينة عند العصابات وراهم ينتقموا منه ولم يجدوا شيء في الملف ليس له شيء لم يجدوا شيء في الحقيقة يعتقدون أن هذا يضغط علي هذا يزيدني قوة هذا يزيدني شراسة ويزيدني صمود ويزيدني ثابات أنا قلت هالكم أن قبلتم تفلموش والله لو ذبحت أبنائي أمامي ما تغيرت ولا توقفت مدام كي النفس في هذا الجسد إلا أن تسمعوا للشعب الجزائري إلا أن تخلوا الشعب الجزائري قرر مصيره لأن في الجزائري اليوم في الحقيقة الجزائري كلها راه أسيرها الأغلبية العظمى من الشعب راه أسير أسير هذه المافيا اللي تخوفوا أو تسجنوا أو تعاقبوا أو تديرلوا البينالتي أو تديرلوا أو تفقروا أو تجوعوا أو تعطلوا أو ما تخليش يخدم عاشر مساحة في العالم نستوردوا سبعين بالمئة من قمحنا ومن الشعير انتاعنا وأكثر من ثمانين بالمئة من الحليب انتاعنا وأكثر من ثمانين بالمئة من الزيوت انتاعنا عاشر مساحة في العالم يا مجرمين اللي مش فهمها تبون ورح يفهمها إن شاء الله لما يقضي أيامه الأخيرة في السجن يحاكمه قاضي عادل وحطه في السجن حتى الموت حتى يأتيه الموت اللي مش فهمها هو أنك حتى لو افترضنا أنك أصبحت عمر بن الخطاب بين عشية وضحى بمعجزة أصبح تبون عمر بن الخطاب لن تستطيع أن تفعل شيء السيستام كله روتن السيستام كله قالها واحدا عندكم المجرمين أيضا اللي يسموه شرفي مسوس السيستام كله دخلاته دخل الفساد لا يمكن إصلاحه يجب هدمه وقيام نظام جديد يجب هدم المافيا لقيام نظام ما عندنا نظام زمان كانت شعارات لما بدأت مع الربيع العربي الشعب يريد إسقاط النظام ما عندنا الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط العصابات والمافيا لقيام نظام حكم دولتنا أسيرة لدى المافيا لدى البلطشية لدى اليفوي هذه الحقائق ولذلك يتبون حتى ولو افترضنا أنك أفضل عقل يوجد على هذه الأرض وممكن أن يدير البلاد لن تستطيع أن تفعل شيء فما بالك أنك في الحقيقة غارق في الفساد من أذنيك إلى أخمص قدميك تبقون مزور جابوه العسكر مكاش الشرعية ما عندنا رئيس ما نقوله عندنا رئيس جابونا واحد يبيع الغبرة كما يقول الشعار بما معناه هذا استعمار رديء وفاشل نخضع له وهم يهددوننا إما نحن وإما الفوضى على قول صاحبهم زمان بشار أو نحرق البلد الأسد أو نحرق البلد هو أيضا بهذا المعنى ومعنى آخر أخبركم نشوفوه عن شنغريح